السلام عليكم ورحمة الله في حلقة النهاردة هنتكلم عن قطعة صغيرة في المحرك لكن تأثيرها كبير جدا على أداءه وعمره وهو بلف تبخير الزيت أو البي سي في فالف القطعة دي مش جديدة دي موجودة تقريبا في كل السيارات من سنة 1961 وده لأنها بتقوم بوظيفة مهمة جدا لتقليل تلوث البيئة ببساطة بل في تبخير الزيت بيقوم بسحب الأبخرة اللي بتتكون داخل المحرك نتيجة الحرارة العالية واحتكاك الزيت وبعد كده بيرجعها تاني على المانفولد علشان تتحرق بشكل نظيف وده بيساعد في تقليل الإنبعاسات الضرة اللي بتطلع من المحرك ولكن فايدته مش باية بس نظام البي سي في كمان لفايدة تانية مهمة جدا وهي أنه بيحافظ على نظافة الأجزاء الداخلية للمحرك وبيطول عمر الزيت يعني باختصار بيخلي المحرك يعيش فترة أطول ويشتغل بكفاءة أعلى ولكن يا ترى إيه اللي ممكن يحصل لو بل في تبخير الزيت ده تسدق أو تلف وإزاي تعرف إن عندك مشكلة فيه من غير ما تفتح حاجة في سيارتك موسيقى 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 ايه هي وظيفة بلف تبخير الزيت أو البي سي في فالف نظام التبخير أو نظام البي سي في اتصامم في البداية علشان المركبات العسكرية تقدر تمشي في المية من غير ما يتصرب هوا أو مية لداخل المحرك وده كان بيساعد إن المحرك يكون مقفول بإحكام لكن مع الوقت بقى الهدف الأساسي من النظام ده هو تقليل الإنبعاثات الضرة اللي بتطلع من المحرك ودلوقتي بقى توظفته أبسط وأوضح النظام ده بيعيد توجيه الغازات اللي بتتكون داخل المحرك علشان تدخل تاني على المنافولد وهناك بتختلط بالهوى النقي اللي داخل للمحرك وبتتحرق من جديد بشكل أنظف وأكفى وبكده بيقالل الإنبعاثات اللي بتخرج من السيارة بشكل كبير ونقدر نلخص وظيفة بلف تبخير الزيت في شوية نقاط بسيطة لما المحرك بيشتغل بيبدأ يدخل خليط الوقود والهوى داخل السيلندرات وهناك بتحصل مئات الانفجارات الصغيرة علشان تولد الطاقة اللي بتحرك السيارة والانفجارات دي بينتج عنها غازات سمة وضرة زي أول أكسيد الكربون والهايدروكربونات وبخار المية وكمان شوائب وكبريت وأحماض والغازات دي بتطلع على الشكمان وتمر على العلبة البيئة علشان تتحول لأبخرة أقل ضرر قبل ما تخرج برا السيارة ولكن في مشكلة صغيرة بتحصل داخل المحرك نفسه وهي أن جزء من الغازات دي بيتصرب من السيلندرات لداخل كتلة المحرك بسبب الضغط العالي اللي في غرفة الاحتراء ولو الغازات دي فضلت داخل المحرك هتبدأ تعمل مشاكل كبيرة زي تآكل المعادن أو تكون رواس بطنية داخل المحرك وده ممكن يسد الممرات ويتلف الزيت بسرعة وهنا بيجي دور بلف تبخير الزيت وظيفته أنه يسحب الأبخرة والغازات اللي تجمعت داخل كتلة المحرك ويرجعها تاني على المنفولد علشان تتحرق من جديد داخل السيلندرات وبكده بيقلل الإنبعاثات ويحافظ على نظافة المحرك من الداخل وكمان للبلف وظيفة تانية مهمة جدا وهي أنه بينظم كمية البخار اللي بتتسحب علشان ما يدخلش للمحرك أكتر من اللازم يعني لما عدد لفات المحرك يكون منخفض البلف بيقفل جزئيا علشان يقلل السحب ولما اللفات تعلق البلف بيفتح أكتر علشان يسمح بتضفق أكبر للهوى وفوق كده البلف ده بيشتغل كبلف أحادي لاتجاه يعني ما بيسمحش بدخول هوا راجع نحية كتلة المحرك طيب إيه هي أعراض تلف بلف تبخير الزيت؟ مع الوقت ممكن تتراكم داخل البلف رواصب زي الطين الزيتي والأوساخ وبآية الاحتراء وده بيخليه يتصدق أو يعلق ولما ده يحصل بيفضل مقفول أو مفتوح طول الوقت وده بيعمل مشاكل داخل المحرك ودلوقتي خلينا نشوف أهم العلامات اللي بتقولك أن بلف تبخير الزيت عندك تالف أو محتاج يتغير أول علامة صوت صفير أو هسهسة من المحرك وده بيحصل لما البلف يتسد جزئيا أو يعلق وما يفتح شويق في الطبيعي ورغم أن الصوت ممكن يختفل وحده بعد شوية بس النصيحة أنك ما تتجهلش الصوت ده لأن السبب البسيط ممكن يكبر مع الوقت ويكلفك تصليحات كبيرة تاني علامة نقصة مستوى زيت المحرك لو البلف علق على وضع الفتحة هيبدأ المحرك يسحب زيت زيادة ويتحرق جواه وساعتها هتلاحظ أن الزيت بينقص على عصاية القياس بعد فترة من الاستخدام تالت علامة خروج دخان من الشكمان لو البلف مفتوح دايما هتلاحظ دخان أزرق أو سوى تطالع من الشكمان بسبب احتراء أبخرة الزيت مع الوقود داخل غرفة الاحتراء رابع علامة ضعف أداء المحرك لو البلف مسدود كمية الهوى اللي دخلها للمنفولد بتقل وده بيخلي المحرك يشتغل بشكل غير مستقر وتحس أن السيارة مكتومة أو فيها تفتفى خامس علامة إضاءة لمبة المحرك لما البلف يتسد كمبيوتر السيارة ممكن يشغل لمبة المحرك كتحذير ولو وصلت جهاز فحصة ممكن تلاقي أكوات زي بي زيرو 171 أو بي زيرو 300 أو بي زيرو 53A وكلها بتدل على مشكلة في بلف التبخير سادس علامة تسريب زيت من المحرك لما البلف يفضل مقفول الابخير بتتراكم داخل المحرك وده بيرفع الضغط الداخلي ومع الوقت ممكن تلاحظ تسريب زيت من الجوانات أو الصوف أو الأيسيلات ولو تجهلت التسريب الموضوع ممكن يتطور لتلف أجزاء داخلية في المحرك سابع علامة تكون رواسب لازجة أو طين زيتي تحت غطى الزيت وده دليل إن الغازات الملوسة ما بتخرجش كويس من المحرك وبدأت تختلط بالزيت طيب إمتى لازم تغير بلف تبخير الزيت؟ يفضل تكشف على بلف تبخير الزيت كل 50 ألف كيلو متر تقريباً وتغيره كل 100 ألف كيلو متر علشان تضمن أداء ثابت للمحرك ولو عندك خبرة بسيطة ممكن تفكه بنفسك وغالباً هتلاقيه راكب على غطى البلوف وبعد ما تفكه هزه شوية ولو سمعت صوت السستة أو الياي وهي بتتحرك جواي يبقى البلف شغال كويس ولسه مش محتاج يتغير وفي النهاية لو عايز تحافظ عليه يعيش أطول فترة ممكنة اهتم بالصيانة الدورية وغير زيت المحرك بانتظام لأن ده بيفرق جداً في عمر البلف وأداء المحرك كله طيب إيه الفرق بين نظام البي سي في ونظام السي سي في السي سي في والبي سي في اللي اتنين بيقوموا بنفس الفكرة العامة وهي أنهم يمنعوا تراكم الضغط داخل المحرك لكن الفرق في طريقة الشجر نظام السي سي في هو عبارة عن فتحة بسيطة بتسحب جزء من أبخرة المحرك وتوجهها للمنفول ده علشان تتحرق تاني ولكن الفتحة دي مش بتقدر تتعامل مع الضغط العالي وده ممكن يخلي الهوى يدخل بالعكس ناحية المحرك أما نظام البي سي في فبيختلف لأنه بيستخدم بلف باتجاه واحد بيفتح لما عدد لفات المحرك تزيد وده بيمنع دخول هوا راجع ناحية كتلة المحرك طيب فين مكان بلف تبخير الزيت مكان البلف بيختلف من سيارة للتانية ولكن في أغلب السيارات هتلاقيه راكب على غطل بلوف وغالبا قريب من مدخل الهوى ومتصل بخرطوم رايح على المنفول يعني باختصار جزء صغير جدا لكن ليه دور كبير في دور التهويت المحرك طيب هل ممكن تنظف بلف تبخير الزيت؟ ممكن تنظفه مؤقتا باستخدام WD40 أو منظف فرامل علشان تتأكد إذا كانت المشكلة منه ولا لا لكن الأفضل تغيره ببلف جديد لأن حتى لو شكله مضيف من برة فالياي أو السوستة جواه ممكن تكون ضعفة ومش هتقوم بدورها زي الأول طيب هل بلف التبخير ممكن يسبب تفتفه؟ أيوة لو البلف مسدود مش هيسمح بدخول كمية كافية من الهوى للمنفول وده بيخلي الخليط بين الهوى والبنزين مش مظبوط فالمحرك يبدأ يضعف في السحب ويحصل تفتفة ملحوظة وانت سايق في نهاية حلقتنا نقدر نقول إن بلف تبخير الزيت شكله بسيط لكن مهم جدا علشان المحرك يفضل شغال بكفاءة ولما البلف ده يتلف ممكن تلاحظ انتفاخ في الخرطيم أو ضعف في الوصلات المططية حوالين المحرك وده دليل إن النظام مش شغال صح وبكده نكون وضحنا أهم المعلومات والعالمات اللي تخليك تعرف مشاكل بلف التبخير بنفسك وتتصرف قبل ما تحصل أعطال كبيرة وما تنساش إن الفحص الدوري والصيانة المنتظمة هم السر إن سيارتك تفضل في أفضل حال شكرا لمتابعتكم واستنونا في حلقة جديدة إن شاء الله اشتركوا في القناة